ثم ليعلم الكثيرون أن السلطة ليست طموحاً وكرسياً وأريكةً كما يتوهمون وكما يحلمون بل هي مسؤولية ونحن ثابتون على العهد مع ربنا ومع شعبنا من أجل تطهير البلاد من الذين أفسدوا وعاثوا فيها فساداً في كل مكان نحن على العهد بكون ولن نترجع أبداً إلى الوراء هناك بطبيعة الحال من يريد أن ينقض مرحباً به السلطة بطبيعتها لا يمكن أن تكون مقبولة من الجميع السلطة تفرز الاحتجاج المهم هو تعايش السلمي بين السلطة والمعارضة في إطار القانون في إطار دستور طبيعة الحال في المقام الأول ولكن لا يمكن أن نقبله بأن يتم الرجوع إلى الوراء ترجمة نانسي قنقر